بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمة لسلسلة المتفق والمفترق من الأسر الخليجية نعرض فيها الأسر التي اتفقت لقبا وافترقت نسبا مع التعريف بمواطنها وبعض شخصياتها وهي سلسلة نرجع فيها إلى مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية التي نقوم بفهرستها بالإضافة إلى فهرسة الصحف والمجلات التاريخية القديمة وكتب التاريخ والنسب وسأتكلم اليوم عن لقب المسند أو المسند كما ينطقها بعضهم هذا اللقب موجود في دول الخليج لكن بطبيعة الحال موجود عند أسر اتفقت في هذا اللقب لكنها اختلفت وافترقت في النسب فما هي الأسر التي تحمل هذا اللقب؟ من الأسر التي تحمل لقب المسند في الخليج أسرة ترجع في نسبها إلى الوهبة من بلي تميم وهي موجودة في إشيجر والمجمعة وفي عنيزة وفي بعض مدن المملكة الأخرى وفي الرياض بطبيعة الحال ولها فرع موجود في الكويت أيضا وفرها الذي في الكويت قدم من عنيزة وسكن المرقاب ثم انتقل في بعض مناطق الكويت الأخرى ومنهم الإعلامي الرياضي الشهير محمد المسند فمن هذه الأسرة الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير تعليم الرياض سابقا وسعادة الأستاذ عبد المحسن بن أحمد بن عبدالله المسند رئيس بلدية المجمعة سابقا ومنهم أيضا الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المسند مدير تعليم حايل سابقا ومدير تعليم الدوادمي حاليا ومنهم أيضا اللواء منصور بن عبدالله المسند ومنهم أيضا الدكتور عبدالله المسند الباحث في البيئة والحاصل على العديد من الجواز ومنهم أيضا المهندس سليمان بن عبدالله المسند مدير عام الزراعة في شقرة سابقا ومنهم أيضا عبدالعزيز بن امرهيم المسند مدير عام الاتصالات الإدارية في أمانة الرياض من المسند أسرة في بوريدة ترجع في نسبها إلى الحبلان من إعنزة برزت منهم شخصيات منهم شاعر توفي في حدود سنة 1379 وهو الشاعر النبطي عبد الله بن محمد المسند والشاعر عبد الله هو عم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند رحمه الله مدير عام المعاهد العلمية سابقا والمتوفى في حدود سنة 1428 والشيخ عبد العزيز كان معروفا بأنشطته العلمية والدعوية والإعلامية أيضا من المسند أيضا أسرة في الخور في قطر وهم من بني هاجر وحلف مع المهندة برزت منهم شخصيات منهم على سبيل المثال الوجيه ناصر بن عبد الله المسند رحمه الله والمتوفى في حدود سنة 2007 من الميلاد وناصر بن عبد الله المسند كان رجلا ناشطا سياسيا واجتماعيا ويعد من وجهاء قطر وقد رحل إلى الكويت زمنا ثم رجع إليها في أواخر السبعينات الميلادية وهو ابن الوجيه عبد الله بن علي المسند الذي يعد من وجهاء وزعماء الخور سابقا ومن أهالي قطر البارزين والوجيه ناصر بن عبد الله المسند هو والد الشيخة موزة بنت ناصر بن عبد الله المسند زوجة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله وأسرة المسند المهاندة أهل قطر لهم فرع في الكويت أيضا هناك أسر كثيرة أيضا تعرف بهذا اللقب لقب المسند فمنهم على سبيل المثال أهل ثرمدة وهم من آل كثير من بني لام من طي وهناك أيضا أسرة كبيرة في قبيلة السرحان شمال المملكة العربية السعودية ولا شك أن هذا اللقب تحمله أيضا أسر أخرى يصعب حصرها هنا وللحديث بقية إن شاء الله ضمن هذه السلسلة المتفق والمفترق من الأسر الخليجية أو في أي توثيق مرئي لأسر خليجية أخرى ضمن مشروعنا ديوان الخريج وهو مشروع توثيقي مرئي ومكتوب نراكم على خير ترجمة نانسي قنقر آثار للأعمال التاريخية والتوثيق فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبدالعزيز العويد آثار للأعمال التاريخية آثار للأعمال التاريخ